سأقرأ عليكم رواية من عظائم الروايات هذا الحديث من أحاديث الحقائق الكتاب الذي بين يدي علل الشرائع لشيخنا الصدوق الجزء الأول إنه الباب الثالث عشر بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة إلى مضمون هذه الرواية هذه الرواية من روايات الحقائق التي يترتب على مضمونها ويترتب على فهمها الكثير من المطالب المهمة عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول لإمامنا الصادق سائلاً يسأله لأي علة جعل الله عز وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل فالأرواح خلقت قبل الأبدان هذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة من أن الأرواح خلقت قبل الأبدان لأي علة جعل الله عز وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل فإنه حينما أنزلها إلى الأبدان أنزلها إلى محل دون المحل الذي كانت فيه فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها هناك في محلها الأعلى نزع أكثرها نزع مالة اتجه نزع أكثرها إلى دعوة الربوبية دونه عز وجل هذا هو الإله المودع في باطن كل واحد مننا وما البلاء الذي يجري على المؤمن إلا لإرغام أن في هذا الإله الذي يتحرك في دواخلنا إنها نزعة الفرار من العبودية إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوة دعوة الربوبية دونه عز وجل فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظرا لها نظرا لها اهتماما بصلاحها هذا المراد نظرا لها تدبيرا حسنا لأمرها نظرا لها ورحمة بها وأحوج بعضها إلى بعض كي تستشعر الحاجة وإلا إذا استغنت فإنها ستنزع باتجاه الإلوهية والربوبية وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض علق بعضها على بعض جعل تمامها وجعل مصالحها معلقة معلقة على بعضها فالبعض يحتاج البعض الآخر وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض ورفع بعضها على بعض في الدنيا ورفع بعضها فوق بعض درجات في الآخرة وكفى بعضها ببعض وبعث إليهم رسله واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها بالأنواع التي تعبدهم بها من العبادات من الطقوس من الأحكام وقبل ذلك ما تعبدهم بالعقائد فالعبادة الحقيقية هي في العقيدة السليمة وقد تعبدنا الله بالعقيدة السليمة قبل أن يتعبدنا بالعبادات الطقوسية وبعث إليهم رسله بعد أن رفع بعضهم فوق بعض وبعد أن أحوج بعضهم إلى بعض وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض ورفع بعضها على بعض في الدنيا ورفع بعضها فوق بعض درجات في الآخرة وكفى بعضها ببعض وبعث إليهم رسله واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل قانون سرعة الحساب إنه قانون التوفيق والخذلان فمن جاء بالعمل الصالح إما أن يوفق لعمل صالح وإما أن يمنع عن عمل طالح ومن جاء بالعمل الطالح إما أن يخذل باتجاه عمل طالح أو أن يمنع عن عمل صالح هذا هو قانون التوفيق والخذلان قانون سرعة الحساب ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب فإن الإنسان إذا ما جاءه طعامه وشرابه مثل ما يجيئه الهواء سيصاب بالبطر سيقوده إلى نزعة الإلوهية إلى نزعة الربوبية وكل كائن بحسبه كل كائن تكون ربوبيته بحسبه وألوهيته بحسبه أتحدث عن الربوبية المذمومة وعن العلوهية المذمومة في دواخل الإنسان وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الطعام والشراب يصلان إلى الإنسان مثل ما يصل إليه الهواء وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون وعباد مخلوقون وهذا المضمون يتجلى في أعلى مراتب محمد وآل محمد فما بالك نحن مثل ما جاء عن إمام زماننا في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فما بالك فينا نحن فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون وعباد مخلوقون ويقبلوا على عبادته فيستحق فيستحق بذلك نعيم الأباد وجنة الخلد ويأمن من الفزع إلى ما ليس لهم بحق ويأمن من الفزع من الاتجاه فزعت إليه تحركت إليه بقوة ويأمن من الفزع إلى ما ليس لهم بحق دقة بليغة في فصاحة كلماتهم فمثل ما استعمل هنا نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية فزع نزع وفزع ويأمن من الفزع من الحركة بقوة إلى ما ليس لهم بحق ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يابن الفاضل ابن الفضل هذا هو عبد الله ابن الفضل الهاشمي الذي سأل إمامنا الصادق وأجابه الإمام ولا زال مستمرا في جوابه يابن الفضل إن الله تبارك وتعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره هذه آثار الربوبية والألوهية المودعة في بواطننا ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره حتى يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوة الربوبية ومنهم من قد نزع إلى دعوة النبوة بغير حقها ومنهم من قد نزع إلى دعوة الإمامة بغير حقها نزع مال واتجه ووجد رغبة في داخله لأن يدعي ما يدعي حتى يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوة الربوبية ومنهم من قد نزع إلى دعوة النبوة بغير حقها ومنهم من قد نزع إلى دعوة الإمامة بغير حقها وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام المناوبة عليهم المناوبة التي تروح وتغدو يعرض الألم ويطرأ الألم ويغيب وبعد ذلك يعود ويصاب الإنسان بالمرض وبعد ذلك يشفى ويعود المرض مرة ومرة ومرة وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام المناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجمعهم يبنى الفضل إن الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون رواية خطيرة جدا ورواية من روايات الحقائق والمعارف المهمة جدا نذهب إلى فاصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا من هنا تبدأ جهة التلاقي فيما بين النشاط الإبليسي والنشاط الإنساني في مشروع جولة الباطل هذه النوازع في نفس الإنسان هي التي تشكل النوافذ التي ينفذ إبليس من خلالها ومن خلال تلك النوافذ تصل موجات الإرسال الإبليسية التي تحدث عنها الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل من أدعية أيام شهر رمضان من أدعية نهارات شهر رمضان الوسائل والأساليب والسبل والطرق والمصائد والكمائن التي يعتمدها إبليس في مشروع جولة الباطل ومثل ما قلت لكم هناك جناحان هناك جناح شيطاني قرأت ما قرأت عليكم ما يشير إليه كما في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري وكما في دعاء شهر رمضان والرواية هذه تشير إلى الجهة الإنسانية المشاركة في مشروع جولة الباطل هذه النوازع التي تدفع الإنسان لدعوى الربوبية لدعوى النبوة لدعوى الإمامة وهذه الدعوى ليس بالضرورة أن تكون صريحة أن يقول الإنسان من أنني إله فهذا الأمر قد لا يصدق وقد لا يقبل في زمان كزماننا هذا وإن كان هناك آلهة في الهند وغير الهند من بني البشر لكنني أتحدث بشكل عام وخصوصا في أوساطنا نحن حديثنا عن واقعنا الشيعي فإن أحدا لو ادعى أنه إله لا يصدق لكنه قد يقول من أنني قد فنيت في الله ومن أن الله قد فنى فيه قد ظهر فيه كما يفعل الصوفية من النواصب أو من الشيعة الذين يقال عنهم العرفاء وكما وكما في واقعنا الشيعي صعب جدا أن يدعي أحد النبوة نعم هناك من ادعى الإمامة ولا زالوا يدعون الإمامة ولكنهم لا يفلحون يخدعون جمعا قليلا من الناس المشكلة في الدعوة المبطنة مثل ما يفعل مراجع الشيعة مراجع الشيعة فيما بينهم وبين أنفسهم يتصرفون بمعزل كامل عن إمام زمانهم فقد نصبوا أنفسهم أئمة والشيعة تتعامل معهم كذلك وإن كانوا في الألفاظ يقولون عنهم من أنهم نواب لإمامهم من أنهم نواب لصاحب الزمان من دون دليل لكنهم في الحقيقة يتصرفون على أنهم أئمة وشيعة تتعامل معهم كذلك ولذا ترى عيوبهم محاسن لأنهم لا يرون عيبا لهم ويرون عجزهم كرامة ومعجزة حينما يكون المرجع الذي وظيفته الأولى الخطابة والحديث والبيان حينما يكون عاجزا عن ذلك يعدون ذلك حكمة وكرامة ومعجزة ومعجزة له لأن شيعة تراه إماما لا ترى نقصا فيه نائب الإمام فيه ما فيه من النقص الإمام هو الكامل أما الكمال خاص بالحجة بن الحسني فقط هالنقص يلاحق الجميع فالمرجع حتى لو كان مرضيا عند صاحب الزمان وفي الحقيقة بالنسبة لي لا أعتقد أن مرجعا شيعيا يوجد في زماننا هذا وحتى في الأزمنة الماضية لا يوجد مرجع عندنا يمكننا أن نصفه بأنه مرضي عند صاحب الزمان أتحدث عن مراجع زماننا هذا وعن المراجع الذين سبقوهم والذين سبقوا الذين سبقوهم لا أعرف أحدا منهم يمكنني أن أصفه بأنه مرضي عند صاحب الزمان وهو غاطس إلى سقف عمامته في قذارات النواصب عقائدا وتفسيرا وفكرا وفتوى كيف سيكون مرضيا عند صاحب الزمان وحاله هو هذا وحال الجميع هو هذا وقت الحلقة قارب على الانتهاء ولا زال الكلام لا زال الكلام يتواصل في هذه الأحناء والأنحاء التي تدور هذه الحلقات في أجواء مضامينها خلاصة القول هذه الرواية الشريفة التي قرأتها عليكم تحدثت في جانب منها عن النوازع السيئة عندنا والتي تدفع بنا لخدمة المشروع الإبليسي حيث يتعانق الشيطان مع الإنسان في برنامج جولة الباطل الذي هو برنامج معد لمواجهة المشروع المهدوي ونتائج هذا البرنامج ستتضح يوم الظهور حينما يخرج مراجع النجف وكربلاء بقضهم وقضيضهم مع كل العمائم في النجف وكربلاء يخرجون لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء